زوجة صالحة تقية تزوجت من رجل فقير قريب لها يعمل سائقا وأنجبت منه ولدا وبنتا وعاشت معه تتحمل أعباء الحياة وقسوة الظروف وكانت تصبر زوجها وتساعده في الإنفاق على ابنيهما بما تأخذه من والديها عن طيب خاطر واستطاعت أن تربي ابنيها على الأخلاق الكريمة وطاعة الله وبعد أن أصبح الابن في المرحلة الثانوية والابنة في المرحلة الإعدادية سافر الأب للعمل بالخارج وبعد ثلاث سنوات عاد الزوج وقد تغير حاله تماما فبعدما أصبح لديه أموال كثيرة ساءت أخلاقه وأصبح يشرب الخمر الذي تعود عليه خارج البلاد وتكبر وتجبر على كل من عطف عليه وخاصة زوجته الصابرة التي فوجئت بهذا التغيير السيء وعندما عاتبته وطلبت منه أن يتق الله خاصة وأن ابنيه في عمر الشباب قام بطردها من البيت وأفقى معه ابنيه وأعطاهما من المال الكثير كي يعوضهما عن حرمان الماضي وطلب منهما أن يعيش في حرية مثله ويخرج من عقليهما ما ربتهما أمهما عليه بدأ الإبن يتعرف على أصدقاء السوء وتناسى وصايا أمه وخاصة عندما ذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله كما أهملت الإبنة دروسها وأصبحت تقضي معظم أوقاتها في الحديث عبر الهاتف مع شاب ثري تعرفت عليه كل هذا أمام الأب الذي كان معظم الوقت مخمورا وبعد عام واحد وفي أحد الأيام علمت الأم أن زوجها مريض وفي حالة خطيرة فذهبت إلى البيت واضطرت لنقله إلى المستشفى وكانت المفاجأة عندما طلبت من ابنيها الذهاب معها للمستشفى للاطمئنان على والديهما ووجدتهما يرفضان لذهابهما لأمر أهم فشعرت أن خطرا شديدا سيحدث لهما فقامت وصلت ودعت الله عز وجل وأطالت الدعاء وهي تبكي ثم ذكرت ذلك للأب فخاف على ابنيه وانزعج كثيرا فطمأنته وقالت له لا تقلق فإني استودعتهم إلى الله وذكرته بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا استودع الله شيئا حفظه كانت الابنة على موعد لأول مرة مع الشاب الثري حيث ركبت معه سيارته وانطلق الاثنان معا وهما في قمة السعادة وما هي إلا ثوان معدودة حتى وقع لهما حادث وبينما الشاب مشغول في استكمال التحقيق بشأن الحادث اتصل بأحد أصدقائه الذي يشاركونه نفس المعاصي والرذيلة وقال له أريدك أن تأتي إلى موقع الحادث لكي تأخذ الفتاة التي كانت معي إلى الشقة التي تعلمها حضر الشاب ليأخذ الفتاة ويتوجه بها إلى الشقة وإذا بالصدمة الكبرى التي لم تكن في الحسبان حيث أن الفتاة هي أخته فلم يستطع أن يتحدث أحد منهما للآخر بل بكى معا وتاب إلى الله بعد أن قال معا سامحك الله يا أبي فأنت من جنيت علينا وأطعناك وأنسان الشيطان تربية أمنا العظيمة توجه الإبنان إلى المستشفى وهناك احتضنا أمهما وطلب منها أن تسامحهما وبعد دقائق فوجأ بأبيهما يبكي أيضا بعدما أفاق ويطلب نفس الطلب من زوجته التي بفضل دعائها وصبرها حفظ الله لها ابنيها ورزق زوجها توبة صادقة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر